السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في الجزء الاول عن الصورة السيل وعرفنا فكرة عملها وازاي نعملها ايه الموديلين. واخدنا الـ 5 بارامتر موديل او الـ single died model. واخدنا ايه? واخدنا الـ 7 بارامتر موديل او الـ 2 died model اللي هما اشهر 2 موديل لصورة السيل. وعرفنا ايه كتمنا القوانين المختلفة هنا الـ single died model. ايه الـ 5 واحد اللي بيتمثل ايه? تمثل الـ current 2 volt characteristics بتاعت ايه بتاعت الموديل. واخدنا الـ 2 بالشكل ده وكنت بنسمها 7 بارامتر ايه? 7 بارامتر موديل. طيب ان شاء الله نتعلم ازاي نعمل الموديلينج ده هنا في المتلاب او في السيميو لينك. طيب. طبعا الموديلينج نقدر نعمله بطريقتين. الطريقة graphical في السيميو لينك. وهناعمله بطريقة مسلا mathematical A في المتلاب. طيب اول طريقة اللي هي mathematical في المتلاب هنا من اللي هم اخترين نيو سكريب. وبكتب ايه? بكتب الكود بتاعي ده. اللي هو انه كاتب هنا بس عشان ما اخدش منه وقت. تمام? بكتب عليك. يمسح ايها داتا. وبستعلي مكتب او تمام? بعرف متغيرين العبر عن الجهد والقرن. وبعد كده بعرف متغيرات صوابة اللي هما مين والفوتو كارنت والشاند والسلمة آآ تمام? بأوليكم بفترضان خمسة عشر درجة سلسلس بحطه خمسة عشر ميلي فولت. والادياء اللي هو من واحد الاثنين فبأحطوا عليكم بواحدة مصف فولت. طبعا القيم دي تقدر تغيرها براحة تقودها من اي هداة تشهيد. وبعد كده بنكتب ايه المعادلة بتاعتنا. بتاعتها بتاعت الضايد كارن. بتاعت السورة واللي هي قال آآ ناخده مثلا فيสينجل وعما ن ايه المعادلة بتاعتنا دي. طيب آآ بودي الاي النحية التانية بطرحو من المعادلة واسويه بالصفر وبعتبر دية لاداء لانو أنا عندي مبقدرش افصل الفولت عن الاي لو انا اخدت المعادلة له للمعادلة دي للمعادل رقم واحد فما اكدرش من الاسفل افصل الفولت عن الاي غير في الحاجات التقريبية لكن طالما بشان ما وجدين بتش هادة افصولها highly الحل اللي حل ان في بودي الاي النحية التانية وبسميها دي اف اف اكس بتسوي المعادلة دي نقص A نقص A اللي هي بتسوي الصفر. وفي عندي في المثلاب فيه تمام بكتب هنا اده اللي عندي المكتب اللي في السيبوليك بكتب F في view i بتسوي بكتب المعادلة بتاعتها هال زي ما هي الفوتوكانت نقص Ais في Exponential Aos V زاعد الآيفل RS على ال-in في ال-v-Lie 31 نقص واحد نقص الفيزاعد الآيفل RS على الارشانط يدينك ترى الارشانط وبطرح منهم الايل هو كان بيسوي المعادلة دي وبسوي الكلام دي بصف لأ انا بسوي مين بالف دلة اسمها الدلة اسمها ف لان احنا بنستخدم دلة في المتلاب اسمها الف امبليست اللي هي كانت السابقة اللي هي بترسمي ايها دلة متغيرين او 3 او كده وتبعت لها المعادلة وتبعت لها القيمة اللي انت عاوض فيهم في ال اكس وال والواي تمام بس فاحنا ايه بنمرر الدلة بتاعتنا دي للدلة اسمها ف امبليست تمام وببعت لها ايه بمررها بماتريكس بحط فيها قيم الاكس وقيم الواي فبقول له الاسكيل اللي هترسم علي فانا بقول له رسم لي مسلا الاكس اللي هي الجهد بتاعنا طبعا هنا ال V برسمها من صفر لحد سبعة من عشرة والاي رسمالية في قيم من صفر ايه من قيم الستة طبعا القيم دي ايه اه متوقع لان احطت الفوتو كارنت بخمسة المحورة فخمسة يبقى اكبر قيمة هنا عندي كان خمسة فبقول له خليلني سكيل من صفر لحد خمسة ايه في المحور الرأسي ومن صفر السبعة من عشرة في المحورة ايه في المحورة افق بتاع الفولت يعني يعني الفورات من صفر السبعة من عشرة القيمة بتاعته يعรسمي على الاكس بلات من صفر الايه من صفر الستة فالدلة دي بتمسك المعدلة دي وبتعاوض عن كل قيم الاي الVER في في المعادلة. طيب وبترسمهم بعد كده انا عاوز اه لو انا عاوز استخرج الاي والفي عشان اعمل عليهم ايه زي مسلا انا عاوز اديب منهم عاوز اديب عاوز اديب عاوز اديب وغيره فانا بستدق بسوي دي بتاعت البلوت بمتغير اسمه الاتش الاتش برامتر او بقدر استخلص منه بتاعت البلوت بتاعت الرسم اللي انا رسمت بيهم. فبجيب النقط اللي هي عن محور الافق وبجيب نقط اللي هي عن محور الرأسي. بالفنكشن اسمها جيت. تمام? كده انا معي دي النقط بتاعتنا اللي حلت الحقيقة المعادلة دي بتاعتنا بتاعت السورة. اقدر اجيب البور. البور عبارة عن اضرب بتاعت الجهود في المترسز بتاعتها بتاعت الكارنط. تمام? مصفوف الجهود في مصفوفتها الطيارات. بس اتضرب عشان انا بضرب كل انصر مع الانصر المقابل ليه. فبحطش استرك. بحط استرك وجاب ليها دوت. تمام? فدوت استرك يعني اضرب كل انصر في انصر مقابل. فكده هيحسب لي البور. بعد كده بقول لي hold on عشان ايه هو يرسم لي الفولت مع ايه? مع الكارنط هنا. تمام? فانا عاوز يرسم الفولت مع البور في نفس الكارف. فانا بقول لي hold on يعني استنى. وارسم لي بعض البلط بالفونكسون البلط العادي انتم عارفينها. رسم لي الفولت مع مين مع البور? او البور بمعنى صح مع ايه مع الفولت عالمحور اه الافي. وبعد كده بقول له وهكزا وبعد كده بستدعي دوال هنا مسلا هيتعمله آآ لو عاوز احسب لها بقول له هاتلي اقصى قيمة في في ما تلابس مع ماكس. الاقصى قيمة في الفي فيديني ايه? تمام? إن لم نتكلمنا عنها على Ref. اللي هي ايه. النقطة ميلا هي النقطة في بار? تمام? وعاوز اجيب بقول له هاتي في العاية. ولو عاوز اجيب البلط بقول له هاتلي inflation في نقطة بتاعت مين? بتاعت الV. اني ي90 وكزا. فده فده الفكرة فانا بقول له هنا. والبار ماكسر هي. طب لو انا عاز اجيب قيمة اللي عنده قيمة اللي عندها اللي هما مين اللي هما النقطة دي الجهد ده والقرن ده اللي هما عندهم مقابلهم البر ايه اصبحت ماكسيمون. تمام بجيبها ازاي? بروح هنا في المعادلة بتاعت وبقول له هاته قيمة اللي عنده مين? اللي عنده بتاعت البار صوت الماكسيمون. يعني الريل هي البر دي طريقة في المتلاب يعني لو انت عاوز تجيب الاندكس بتاع عنصر معين فعاوز تجيب العنصر مقابل لي في معادلة تاني. فبتحط الشرط اللي بيحقق الاتنين. بدو جوله البي تسوي تسوي البي ماكس. يعني هاتلي الاندكس بتاع البر اللي هو بيقابل بار الماكسيمون. تمام قمت البر الماكسيمون. وحق وعوض مكانها حق عوض بالاندكس ده في فيجيب لي المقابل لي. وهكزا ايه في الفولت. ده الطريقة ممكن تصيرش عندها بلو. تمام? بس لو انا قلت له ايه للكود بتاعي كده. هتلاقي هي رسموا ليها ها ما فيش مشاكل. هنا بيقول لك باللون الازرق هو ده. وباللون البرتقالي ده هو مين هو الباور. تمام? وهنا على بس هتلاقي طبعا احنا ما حطوناه جدا من المتغيرات دي عشان ايه عشان يطبعهم ليه هنا ايه في الوركس اه في تمام? هتلاقي هنا مسلا بيقول لك ايه بيقول لك تقريبا باتنين وات. بخمسة انبير وده متوقع لان احنا قلنا تقريبا بيساوي مين? بيسوي تمام? والذي بسبعة خمسين من مية فولت. والاي اللي عنده الماكس من بار 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 بعمل مية فولت. والقيام برضو حفظهم ليه هنا ايه في الوركس باس. فدي طريقة ازاي نعمل ايه في المتلة. طيب ازاي نعمل الكلام ده ايه السمي لينك. هنكفر كده. ونقول له ونقول له الوندو بتاعنا. وبعد كده نفتح السمي لينك عشان نفتح السمي لينك ويقول له هنا في الكمتلين شوف الكمتلين بيقول له السمي لينك وادوس انتر او من الهوم وادوس وادغط على ايه على السمي لينك تمام? طيب فيفتح معي يفتح معي الوندو ده لو انت في صدرات المتلاب 2018 او 2020 وما احدث. هيفتح معك الوندو بالشكل ده. فانا بقول له ايه 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 اه بلانك مودل. فيفتح معي ايه? يفتح معي المودل هنا الفاضي. في المكان الفاضي ده هنا ايه? اه ببدأ احط ايه احط المودل وبرسم الدايرة بتاعت الكمبونت بتاعتي. طيب عشان اجيب الكمبونت بجيبها من مين من اللايبري براوزر. فيجيب لي هنا ايه كل المكتبات بتاعت ايه بتاعت السميلينك. طيب لو انا المستدار المتلاب 2015 واقل او ما قبل ببتظهر لما انا بفتح السميلينك بيفتح معي ايه? مباشرة اللايبري براوزر. فانا من اللايبري براوزر لما يفتح معي باجي باجي عند الايقونة دي اللي هي كريت بلانك مودل وبدغط عليها. لما بضغط عليها بيفتح ليه بيفتح لي المودل الفاضي ده. تمام لكن في الفين وعشر بيحصل العكس بيفتح لك المودل وانت بتختار منه اللايبري براوزر. لا انا معي نسخة جديمة بفتح اللايبري براوزر من هنا باختريها بلانك مودل. طيب ماشي. اللايبري براوزر ده هو اللي بنحط ايه اللي بنحط في الدايرة بتاعتي واللايبري براوزر اللي بجيب منها الكمبونت او المكونات بتاعتي. طيب. اه نجيب من هنا السورسل اول حاجة بنرجع عن مكتبة هنا اسمها هي السيمسكيب. طبعا اتكلمنا عن الكلام ده في فيديو تمام. في السيمسكيب هنا هندور على الالكتريكال. وباجي هنا في السورسل. يبقى في السيمسكيب ليه تركها في السورسل وبنزل هنا ايه بدور على على السورسل بنزل تحت لما لجيتها اش كده وبدور. وبضغط عليها وعمل دراج ودروب بحطها ايه بحطها هنا. طيب. دي ايه دي السورسل. طب لو انا في كومبونت بدور عليها ومش عارفة موجودة في المكتبة اكتب اسمها على طول هنا اعمل السيرش على طول. لو انت ما تلاقى بحديث برضو ممكن تيجي في اي مكان وبتضغط كده دابلي كليك وتعمل سيرش ايه عن عن المكتب. طيب وزي ما قلنا لو انت عاوز تجيب ايها كومبونت بتيجي هنا ايه وبتسيرش على ايه على اسم الكمبونت. او لو انت متلاب الحديث هتتغلب لي فيك هنا وتكتب ايه وتكتب اسم الكمبونت ايه على طول. طيب. بعد السورسل هنا عاوز نجينا عاوز نجيب القرن. اه نجيب الافو متر او الملتيمتر والامتر. تمام? الامتر والامتر هنجيبهم ازاي? هنلاقي هنا في 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 سكيب لايبري. هنلاقي هنا في الالكتريكال. هنلاقي في حاجة اسمها الالكتريكال سنسورز. وباجيب ايه بجيب الكرنط سنسور. وبجيب بعد كده بسحب الموتو السنسور. وبعمل زو. طيب. بعد كده عاوز نجيبه الريزوستانس. فهنجيبه و هنقوله ليه. احنا ممكن نجيب الريزوستانس ساو اه كونستانس. بس الاول هنبدأ ايه هنبدأ الريزوستانس. هنجيب من فين الريزوستانس. ممكن هنا الكتريكال. تمام? تقدر تسيرج هنا وتكتب او لو انت عارف المكتب على طول. هنختار هنا مثلا ايه? لو انت عادت تعملها روتيتل دوس كنتروله ا. طيب عازين نجيبه اللي هو اللي برضو من نفس المكتب اللي وبجيبها. تمام? وهنبدأ هنبدأ التوصيل طبعا الاميتر. لو عملنا زون. الاميتر طبعا ليه طرفين طرف مجاب السالب. الفلتامير ساليه طرفين برضو. الاميتر هنوصله على التوالي. والفلتامير على ايه? على التوازي. الصورة صير بها دورها طرفين. الاند والكاسود. الموجب ايه? والموجب السالب. فنوصل طرف الموجب عندي هنا بالاميتر. بوصل اميتر بالريزوستانس. بوصل الريزوستانس بالجراوند. وبوصل الطرف السالب هنا ايه بالجراوند. طيب وباجي بوصل الامتر هنا عالتوازي. هلاجي في طرف هنالطرف الموجة بطرف السلب والطرف ده اللي هو المثلس ده بتاع الخارج. كزيك رقم في ده الطرف المثلس ده بتاع الداخل. لان انا خليها بتتغير مع الوقت. هنشوف ازاي. اه المهم بوصل هنا. عالتوازي مع السل. ومع اللوت. طيب. اه هنا في طرف تالت هنا للسل. اللحظة لاتطرف وطرف تالت لهو المثلس. ده بياخده بياخد حاجة اسمها اه تمام? واللي هو ايها شدة الاضاءة يعني او او البور بتاعة التقاشم سي. طيب هنجيبها ليه ازاي ان انا تمام? وهكتبه بي اس ده ده ايها ده ايها ده موجود في السيمس كا. فالفيزيكال كونستان ده اللي هو هنوصله بالسرر سل ده بمسئلية شدة الاضاءة او شدة البور بتاعة اللي هي ايه اللي بتخش للسرر سل واني بتدخل للسرر سل طب فنجيبه ازاي بندور على الفيزيكال سيجنل من هنا. هلاجي في الفيزيكال سيجنل. وبدور على هنا ايه في السورس وبلاجي ايه بلاجي البي اس اللي هو اختصر الفيزيكال كونستان. تمام? طيب. وباجي هنا بوصله على مين? على الطرف المسلسة بتاع السرر السل. طيب. بدخل دبل كليك عليه. اه اي حاجة عاوز اغيرها واعدل عليها بعمل ايه بعمل دبل كليك. فاجول اللي عاوز كنتم بكام? هنقول له خليه الالف. الف وات بالمتر المربع مسلا. تمام? ده ده الفيزيكال كونستان. بعد كده هنا ايه? عايزين اه الريزيستر دي. هنخليها تتغير مع مع الوقت. فهنجيب حاجة اسمها هنا ايه? اه رامب. بدور على ايه? على الرامب سيجنل. هلاجه مسلا في السيميلينك. تمام? في السورسز. بدور هنا على ايها اشارة رامب. بعد جيب الرامب سيجنل. طيب اه جيبت الرامب سيجنل. فنبدأ نوصلها على مين على الريزيستر. بس اللاحظ في فرق. لما نجي نعمل ما بين مكتبات السيميلينك. وما بين مكتبات اللي هي الفيزيكال اللي هي الكمبانوت بتاعة السيركت دي اللي انا موصلها. لازم منجيب حاجة الانترفيس اسمه ايه اسمه سيميلينك تو سيميلينك تو فيزيكال. لان الكمبانوت دي تعتبر كلها فلما جي نوصلها على السيميلينك عشان نرسامها او نعملها بلوت او ناخد منها. فلازم بنجيب حالة اسمها طب هللا جيه موجود فين? هللا جيه في مكتب هللا جيه موجود عندي اه في بتاعتها بتاعت هللا جيه عندي هنا البلوك ده اللي اسمه اسمه فانعملها هنا تمام? وهللا جيه برضو اللي احنا عايزين هو ده عشان ايه عشان يحل الدايرة فبوصله بايها نقطة للدايرة ولكن الرفرنس عندي هنا تمام برضو البلوك بتاعي بتاع السورفر كونفجراشن لو ما لجيتاش اعمل سيرش من هنا على السورفر كونفجراشن بس فهم الحاجة هم ايه اللي هو البلوك ده اللي هو من الفيزيكالت وايه طيب باجي ممسك البلوك ده بعمله كنترول زي كنترول زي او بضغط كنترول وباخد منه نسخة تمام بوصله عندي ايه في عندي كزا حاجة فاول حاجة بوصله من الافو ميتر عشان الافو ميتر عاوز ارسم الاشارة بتاعته فباخد عنده الطرف بتاع الفلتل وباجيس منه وبوصله برضو عند مين عند الاميتر عشان يجيس ده الاميتر يعتبر ايه فباجيس منه فلازم يوصله طيب وبوصله برضو عند مين عند الريزيستور بناخد ناخده نسخ من هنا طيب بنعمل له روتيت كنترول ار وبناخد ايه نوصله هنا في الريزيستور وبادخد الطرف على مين على الرامب طبعا هنا عاوز العكس عاوزين هنا من السيميلينك المين في الرامب ده عاوز من السيميلينك لان الرام نجيüğن بينه من مكتب السيميلينك السورسه بتاع الرامت تمام السيميلينك من السورسة ده هو اللي هنوصله بالريزيستور تمام فالعكس في نحن نحتاجه ايه اا عاصلة بتكون العاكس سيميلينكتوفيزيكال فناخد الوصلة ده برضو من نفس اللابري ميقولنة في السيميلينك ا سروا في السيم سكاله في اليوتيلتيلتي هلا قيباهeredل لاجي سيميلينكتوفيزيكال فبأوصل هنا ها السيميلينك وبيديني طرف اوت بتنوصله على حاجة في الاي في الفيزيكال زي مين زي في الريزيستور هم. تمام كده. طيب بعد كده هنا ايه الفلتامتر عشان نرسمه. عاوزين ايه? عاوزين سكوب. طيب هنجيبه من مكتبة السيميليك. وبدور هنا على السيم. وبدور على حاجة هنا اسمها اسمها سكوب. تمام? الاسكوب لو انا عاوز ارسم هيه ارسم اشارة مع الطايم. طيب ماشا انا عاوز اعرض اشارة بختار الديسيبلي. يبقى بجيب الديسيبلي من مكتب السيميليك من السينك. بوصلها. فالفكرة هنا الديسيبلي ده موجود في مكتب السيمي لينك. اما الكون موجود في مكتب السيمسكيب. فعشان كده كنا محتاجين اللي هو ايه? اللي هو الفيزيكال سيمي لينك كومفيرتر. زي كر عمر هنا كان. فهو ايه هو البلوك ده في النص ده مهم جدا. طيب فهنختار برضو ايه? خلاص هنكبر كده. او هنيجي هنا هناخد منا برضو نسخة. بضغط عليه كنترول وبامشى او كنترول سي كنترول اية كنترول في. وبوصلهم ايه بوصلهم البعض. ده هيرسم ليه ايه قيمة الفولت. وده هطلع لقيمة ايه? قيمة القرن. طبعا بس ده مش قيمة لو انا لو انا الريزيستر سابتة. طيب ماشي. قبل نعمل اي حاجة وقبل ما نرسمه بداية هنخش على الصورة السلوة ونعمل في الاداة بتاعتها على هجيب لي هنا الخصاص. احنا انتفاجنا ان احنا في عندي اللي هما او السنجل ضايد موديل. والسيفن برامتر موديل او الهوائية تمام? وفيه بتاعت السورة السلوة في الغالب بتديني بالشورت سيركت. اا والا 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 فاللاجه هنا في المطلب يقول لك يعني انت عاوز تشوف الموديلنج بتاعها بان هي. فبيقول لي عندي فيه هنا تمام? ايكو فينونت برامتر موديل اهو. فتلاقي هنا ايه? او اللي هو او اللي هو طيب لو انا جيت هنا اخترت الشورت سيركت موديل فهو بيجيب لي القرنط بتاع الشورت سيركت والقرنط والاوبن سيركت بلتج وهنا اه كام اه برامتر مربع اللي احنا وصلناه على الفيزيكا فانا مدخلها مسلا بالف فانا نقول له الشوء ده عند مين عند لما يكون الرادياشن بالف تمام? والا هنا بواحد ونص مسلا والسيركت طبعا البرامتر ده اضغير فيها ايه براحتك? تمام? كزيك اقام في عندي تمانية برامتر موديل او اللي هو السيفين برامتر موديل بتاعنا. هللاقي فيه واحد والا والا والقرنط بتاع الفوتو. تمام? او وهللاقي في عندي واحد وكواليتي فاكتور اتنين او والسيركتور والبارل او اللي بنسمعه الشانط ايه الشانط تمام? فانت تختار براحتك ان الاموديل انت عاوز ياه ولكن هنشتغل على الشورت سيركت ايه آآ شورت سيركت او او بولتج ايه موديل. فوليكن الشورت سيركت او بكامل بسبعة واربعة وثتيم مية زي ما هو مسلا نحطه. والا بستة. تعال خلي ده مسلا وليكن بخمسة. وخلي بكام بستة من عشرة. والراضيشن بالف لما احنا حطونا في الفيزيكا الكونوستانت والكواليتفاكتور خليه بان? والسيريزيستانس خليها مسلا وليكن بآ واحد من مية. او بقول له ايه بقول له اوكي. طيب. تعال عازلين نعمل تمام? انا هنيجي هنا هنعمل هنفصل دي عن الدايرة. ونعمل انا كده الدايرة ايه? تمام? شرط الريزيستان شرط اللوت. فاحنا عاوزين نشوفه يديني كم والفولتاميتر يديني ايه يديني كم? تمام? نشوف خلاص شرط كارنت معروفة بزيره تمام? واللحظ هنا بكم هو? الفولت يديني كم ستة من عشرة. وده فعلا لما انا فتحت الدايرة اوبن سيركيت. هنلاحظ ازاي ما احنا حطناه بكام بستة من عشرة. تمام? فالفولتاميتر يديني ستة من عشرة. طيب لو نجينا هنقول له الشرط سيركيت آآ كارنت لما بزيه بشورت سيركيت. تمام? فنجيبها ازاي? هنقول له وصلي مسلا من النقطة دي للنقطة دي. فاجي هنا مسلا انا عاز نعمل شورت سيركيت. تمام? فاجي هنا اضغط كنترول النقطة دي وبوصل هنا ايه? بوصل شورت سيركيت. تمام? فخلاص فانا اعملت شورت سيركيت على عطبط او كان اللو ديها اللو دي بزيرو. تمام? زيرو اون. وبعمل كده. طبعا الفولت بزيرو. طب الكارنت هجيبها بكام عيديني خمسة. وبالزبط الكارنت احنا بخمسة ده هو مين? ده هو الشورت سيركيت ايه الشورت سيركيت كارون. تمام? لما انا وصلت ايه? زيرو. طيب ماشي. ده ده لما حبينا نتأكده بس من والبرامتر بتاعتنا والشورت سيركيت ايه والشورت سيركيت كارون. طيب لكن احنا عاوزين نعمل نخلو يرسم لنا الكارف. فعشان لازم اللو دي بتاعي يتغير من اول ما لو دي وباب زيرو اللي هو بشورت سيركيت لحد ما لو دي وباب ملال نهاية اللي هو او قيمة كبيرة. فنعمل ازاي عشان كده اخترنا هنحط ونغيروها كل شوية. طب انا عشان نغيرها بايدي مش هينفع انا عاوزة هو يغير مع نفسها. فجيبنا رامب اللي هي دايرة بتتغير مع الطايم. وجيبنا بزيتها الاشارة اللي بتخشلها بتكون رامب سيجنال. فالرامب سيجنال نختاروها كده. ده بيطلق عليها لسلوب بتاعها بواحد. يعني ايه يعني مع كل ثانية مع كل واحد ثانية من بتزيد بمقدار واحد. تمام? وبناء عليها الريزيستانس اه بتزيد بمقدار واحد لان هي بتاخد اشارتها من بتتغير بشكل ايه بشكل طرد على طن مع الرامب. فلما الرامب تبه بواحد الريزيستانس تبه بواحد الرامب اتنين تبه اتنين وتلاتة وهكزا. فمسال لو خلنا عشر عشرة سكن هنلاقي ان الريزيستانس دي بنهاية هتتغير من صفر العشرة اوم. وهكزا ادي ادي بمعنى اصحية. عايزة تخليها لو انت خليت مية يبقى هيتغير دي من صفر لمية. فبالتالي احنا كنت خلينا عامل هو اللي بيغير في القيمة بتاعة المقومة بتاعة اللوت او من اصح بيغير لي في الكاركترستيك بتاعة الدائرة. فدي ايدي دي الطريقة ايه بسيطة وكويسة خلص هتخلين ايه ازاي نرسم عن طريق ان انا نغير في عن طريق ان انا ايه اه بستخدم طيب مع ايه مع الرامب طيب عشان نرسم محتاج نرسم طب عشان نرسم اللي طلعين مع ايه مع القيمة المختلفة لللوت تمام هنعمل ايه هنضطر نجيب حاجة اسمها لو جيبنا فاللسكوب بيرسم مع الطايم لكن انا بيرسم عنصر واحد مع الطايم لكن انا عاوز ارسم مع الفولت فبعملها ازاي لي بروح في مكتبة في السينك وبجيب هنا حاجة اسمها ايه اكس اه واي جراف تمام ده الاكس واي جراف انت بتدخل من اللي انت عاوز تخليه في الاكس ومن اللي عاوز ترسم على على الواي نقط متغيرة قيمة مختلفة فنقول له خد هنا الاشارة دي طبعا ناخدها من بعد الطرف الكونفيرتر من فيزيكا للل سميه دينك اه اسحب بس كده ايه البلوكنات بتاعنا نعمل زوم كده ماشا اه باجي هنا اسحب الطرف ده بتاع الفولت طبعا تعال نسميه ضابل فيك عليه ونسميه في تمام والطرف ده بتاع مين بتاع القرن ضابل فيك عليه ونسميه اي تمام طيب فتعال نوصل طبعا الاكس قلنا هناخده من الفولت فناخده من ايها نقطة من هنا من على النقطة دي بعد الكونفيرتر طيب والواي هنخله يرسميها يرسم لان اعاوزو نرسم على محوري على محور الواي فناخده من ايها نقطة هنا ده الاكس واي لو دخلنا عليه في الضابل اخريك العددات تمام هيقول لي انت عاوز بالرنج بتاع الاكس والاواي بكام والاكس ahí المحور الرأس بتاع فده هو هو فالكورنت جن اخصى قيمة بخمس فنقولs لو الليذ etti ستة. تمام? آآ سوري ده الاكس بتاع فنقول له خليها وليكهم بكام? منحطلنا بستة من عشرة صح? قالو كونتسير كتفوط فنقول له خليه بكام خليه بسبعة من عشرة. وابدأ من كام وابدأ من الزيرو. اسملي ال مينمان بزيرو. دم ده يجب بالفولت من صفر لسبعة من عشرة. والي سكيل اللي هو هنقول لي بدأ لي من صفر لحد كام لحد وليكن ستة. لان اقصى قيمة الشورت سيركيت كانت عاملها بخمسة. او اقول لي او اقول لي او او كي. تمام? تعامل نعمل كده. اهو. هتلاقي هنا ايه? ادي الاجس واي جراف رسمهم لي. تمام? اهو اللي جيب خمسة والاوبن سيركيت فولت جيب كام بستة من عشرة. تمام? وحنا لان طيب ماشي. كذلك اللي انا عاز ارسم ايه? ارسم الباور. تمام? في الباور. هنرسم الباور معين مع الفولت. طب اعملها ازاي? فانا انا عندي الفولتة هات. طب نجيب ازاي الباور بدرب الفولت. في الكون. طب اروح للايبري براوزر. واجيب كومبونت هنا اللي هي مين? اروح للمكتب بتاعة السيمي لينك. وبدور هنا مسلا في الماس. هلاقي المكتب عندي اللي اسمها وبدور على اللي هو البرودكت. اللي هو اللي بتاع الضرب في السيمي لينك. باخد اشارة مين? باخد اشارة الكون. وبضربها مع مين? مع اشارة الفولت. يبقى هنا بتضل طلع عبارة عن مين? عبارة عن الباور. تمام? طيب. هنعاوز يبقى اجيب اكس واي جراف تاني. هناخد ده كابي. كنترول. ونضب لكليك عليه. طبعا الاكس خليها زي ما هي من سفل ستة من عشر. طب الباور. هنقول له خلي الماكسيمان برضو خلي نفس بتاعك عشان انا برسمهم على نفس الفجرة. وببدأ اوصل. مين الاكس? انا الاكس عاوز المحور الافق اللي هو مين? اللي هو الفولت. فبجيب هنا. يبقى خلي الاكس اول طرف اللي هو اكس خده من الفولت. تمام? ارسم لي الفولت مع مين? مع الواي? خلي الله الباور على محوره على محور الواي. تمام? طيب. يبقى هنا ده بتاع مين بتاع الباور مع مين? مع الفولت. بتاعنا انا اميران. فلو جينا ها نفس ده الاكس واي جراف الاول الاكس واي جراف التاني. رسمهم لي هنا الباور اها مع مع الفولت وهنا مع ايه? مع الفولت. تمام? طيب. واحد يقول لي طب انا دلوقتي القيم دي عاوز نستخلصها كدات عشان نعمل ايه نعمل عليها نجيب الماكسيمان باور ونجيب نجيب شوية ايه شوية بجيب بجيب شوية العلاقات اللي جيبناهم الرياضيين. تمام اللي هم هنا القوانين دي كلها. تمام? الفيشنس وغيره وغيره. طب نجيبها ازاي فانا عاوز اخش في الكودينج. فواحد بيقول لي انا عاوز ناخد الريزل دي الناتجة. نعملها في المتلاب. تمام? عشان ابدأ اشتغل عليها. طب ازاي نعملها بفتح وبطلع فوق هنا بجيب في السينك. وبدور على حاجة اسمها ايه? يبقى في بختار في السينكس. وبختار هنا حاجة اسمها توركس بيس. تمام? التوركس بيس ده برامتر بياخد للقيمة بتاعت ايها هنا في السينكس بيتغير. وانت عاوز تطلع بتاعت او قيمه على على الوركس بيس. تمام? فانا مسلا عاوز ايه? عاوز الكرانت فبسحب كده. وبوصل ايه? بوصل هنا على الطرف بتاعت بتاع الكورانت. تمام? الجيني من ايه? من الاميتر. وعاوز تسميه دبل كليكة عليه? تمام? وتخش جو هتسمي ايه? هنقول له سميه الكورانت اللي هو الاي. تمام? وقل له ايه? وقل له اوكي. طبعا هنا ايه? هيقول لي عاوز الطايم من سيريز. نقول لي مسلا ايه? خليه الراي. تمام? ماشي. اه الفرمات بتاعته خليها الراي. ماشي. وقل له ايه? وقل له اوكي. طيب. برضو باخد منه نسخة نسخة تاني. وبنزل تحت. وبوصل مع مين? مع الفولت. انا عاوز قيام الفولت. فبوصل ايه? بوصل القراف الفولت. واخش دبل كليكة عليه واسميه مين? واسميه في كابتن. تمام? يبقى الفي والاخير. نقول لهم او عاوز تاخد الباور ماشي. عاوزوا تروح في المتلاب نضرب الفي في الاي دين الباور مفيش مشاكل الاتنينة معك. تمام? يعني انا تعاني اخد الباور بالمرة. ماشي مع ان احنا كنا نقدر الاي والفي في الوركس بس هناك نضربهم في بعض دين الباور. بس مفيش مشاكل طوال ما هي معنا هنا. ربنا نوصل كده. تمام? وتعالى نسميها. ممكن من هنا ومن بره دبل كليك عليها اصلا. ماشي. تعالى نقول له هنا ايه سميها بي كابتل. واجل له ايه واجل له اوكي. طيب وبعمل ايه وبعمل رن. تمام? طيب. هنا الرن هنا مفيش مشاكل رسمهم ليه ال اكس والواي جراف. وهنروح لو انا روحت للمتلاب هنلاقي هنا عملهم لايه ايه ايه? في الاكس بورت ازاي في متغير اسمه اوت. لو دابل ايه ده. هنلاقي في ايه? في متغير من جوا اسمه اي اي وفيه متريكس تاني اسمها اسمها بي الباور وفي متريكس تاني اسمها اسمها الفي وبادة هي ايه? هي المتغيرات بتاعتنا اوصل لايها وحد فيها على الطريق ازاي? اه بقول له هنا مسلا اوت ضت اي. تمام? يبقى انا كده ايه اوت ضت اي ده مين? ده القيمة بتاعتها بتاعت القيمة. اوت ضت في ده القيمة بتاعت الفلت وهكزا. يبقى دون عندي ايه عندي في الورك سباس. تمام? اجي بس هنا ويقول له ايه? سي ال سي. واعمل نيو سكريبت. وباجي هنا اشتغل اشتغل ع القيمة بتاعتي. تمام? يبقى نرجع بس هنا ايه? هنا للساميرين. طيب تمام. اه ملحوظة برضه قبل ما نروح للمتلاب بنشتغل ع القيمة بتاعتي. قلنا هنا المقامة بتاعتي دي تمام? اه قلنا بنغيرها انا من صفل لحد عشرة اوم. لو انت عاوز تخليها لحد ميت اوم خلي طيم اه هنا من صفل لحد مية. تمام? خليه من صفل لحد الف. طيم لحد الف. دي معناها هي لحد كيلو اوم. فبرحتك انت عاوز تغير القيمة دي ايه? القيمة دي بكام? طيب ماشي. تعال نرجع بس للمتلاب. هنرجع هنا في الوركس بيس ازاي نوصل لايها متغير? هنقول له مسلا ايه? هنقول له الاوت دوت مسلا مين? دوت اي. اي كابتل. فانا لو عاوز بنسم مسلا مسلا من المتلاب هنا وعاز ارسم ايه ارسم العلاقة دي. تمام? فنقول له هنا ايه. بس انا نكون لازم نعمل الكون في الاول في عشان ايه يظهر عندي في الوركس بيس. اول ما ظهر ان نبدأ نشتغل عليهم. فنقول له مسلا ارسم لي مين? الفلت مع ايه مع الكرانت. الفلت اللي هو مين? نقول اللي اوت دوت في كابتل. وكمة ارسمها لي مع الاي. اي موجودة فين برضو اوت دوت اي كابتل. وبقول له رن للسكريب دي. هيقول له احفظها في اي مكان. هنقول له ماشي سيف. وكنا نقدر ناخد الكيرف ده على طول. كنترو تسي ونرنه من ايمل كماند لاي. طيب ماشي. هنا هو رسمه ليه بس هو كان رسم جبل كده. فنقول له رن اها. ناخد بلا انا كنت راس انفجر جبل كده اها. تمام? ماشي طبعا هنا في ايه في المفروض كنتو نقول له الاكس واي من كام الكام. تمام? يعني هنا بقول له مسلا الاكس لمت. هنقول له من صفر. اه ببعت له بقول له من صفر الى ستة. تمام? اللي انت هترسم عليها. اه من صفر الى سبعة من عشرة. وبقول له الواي لمت. وبعت له من كام من صفر الى ستة امبير. تمام? اللي هما الواي والكارنت الحدود بتاعتهم. بقول له ارسمها. فرسمها ليه. طبعا البلط دي سهلا انت الاكس لمس والحالي بجي انتو اه عارفينها. ففيش مشاكل. تمام? فهو رسمها ليه. بكل سهولة. كذلك اعمل انا عاز اقول له ارسم لي الباور. باخد الاسكريبت ده تاني. تقدر عاطون من تكتب الاوامر مفيش مشاكل. بس انت عايز تحطهم هنا. عشان تكتب كود مسلا كبير او معاقد براحتك. فوجد له هنا ايه? ايه? زي ما هو على المحور الافقة. ارسم لي بس هنا معاملين الباور. تمام? بي ايه بي كابتن. وبقول له هنا مسلا هنران. هرسم لي الباورة. لو انا عاز ارسم لتنا على نفس الفجر. هقول له هنا ايه هولد. تمام? مسلا. وبقول له ايه? بلوت رسمهم ليه هما الاتنين ايه? مع بعض. ده محور الباور وده محور ايه محور الكرنت هما الاتنين مع مين? عن محور الافق مع الفلت. تمام? يبادل بتاع الكرنت مع الفلت وده البلوت بتاع الباور مع الفلت. طب واحد يقول له انا عاز ازيب الاخنية بتاعة الماكس من الباور. ممكن هكتب هنا اه ببساطة امر. تمام? ان انا هقول له هنا ايه? هقول له هاتلي الماكس بتاعة مين? هقول له ايها متغير بي ماكس مسلا تسوي زي ما عملنا في كل المتلاب السابق. بي ماكس تسوي الماكس اف مين او في الاوت دوت مسلا ايه? آآ بي كابتل. تمام? احط السيمي كلهم بس عشان يطباح له هنا في في السيمي اللي فهقول له ران. اهه. يبا الماكس من باور بكام باتنين. لو انا وجفت هنا اصلا بالكيرزر هيطلح عليها يقول لكام اتنين وتمية لاتسعين مية. اه. حاولها جفع عليك قيمة بالزبط. اللي هي اتنين ومية اية مية واحد. تمام? دي القيمة اها فهو جابها لي هنا القيمة على طبعا عن طريق الكود ده بقول له ديه ماكس. طبعا اه الناس اللي اشتغلت على المتلاب كتير طبعا هتقدر هي هتقدر اه تجيب خلاص طلما تمعك الاري بتاعت القرنة والاري بتاعت الفول والاري بتاعت البور تقدر تشتغل وتجيب هيه وتجيب القيمة المختلفة اللي احنا جيبناهم وكتبنا مسلا ان هي اكواد عليهم زي ايه? زي الكود ده تمام? نستخدم نفس ايه? نفس دي. تمام? تعاني اخدهم قبي. ونرجع ايه? اهم. عايزين البور ماكس شورت سيركت كونت آآ آآ او بن سيركت الفولتج بتاع الماكسيمون بور والفولت بتاع الماكسيمون بور. بستخدم اياه الفونكشنز دول. بس هنا للحظة ان انا ما فيش حاجة عندي اسمها بور. في حاجة عندي اوت دوت. تمام? لان انا عامله مستراد من السميلينك. فنقول له هنا ايه? اوت دوت بي. اوت دوت اي. اوت دوت بي. تمام? اوت دوت بي. اوت دوت بي. تمام? وبقول له ران للسكريب دي. فهو. الاي هنا طبعا ما ننساشي. ما فيش حاجة عندي برد اسمها ايه. فنقول له اوت دوت اي. اوت دوت بي. كل حاجة لازم اياها نحطها اوت لانها موجودة في الاوت. او انا لا عايزة نقول له ان الاي يساوي من الاول هنا نقول له الاي كابتن. يساوي اوت دوت اي. والاي والفي كابتن لساوي اوت دوت في من فوق خلص هو ارسم ايه من غير كلمة ايه من غير اوت دوت دي. تمام? ما فيش مشاكل تمام? فهقول له ران اهو ما فيش مشاكل. اللحظ هنا في الوركس مسحة بيقول البار ماكسوم باتنين واحد من عشرة. وقت اللي عند الماكسوم بار بخمسة واربعين من مية او هنا هتلاقيها في ديها في الكموند لايم. اهو الاي ماكس باربعة اه الاي في ماكسوم باور باربعة اتسعة قمسين من مية. والفولت في ماكسوم باور بخمسة واربعين من مية في فولت. الفولت اوبن سيركيت بستة من عشر تقريبا. والاي شورت سيركيت ايه بخمسة امبير. تمام? طيب. نرجع هنا برضو للسيميلينك تاني. اه ده المدلك اللي احنا عام نعملنا لسنجل سرر سيل. لكن لما السرر سيل او اللي هي البنلز تمام? او الموديول. بيقى فيه اكتر من سرر السيل. لو انا عايز نزود الفولت فبوصل سرر السيل مع بعض على التوالي. يعني لو ستة من عشر زي هنا. تمام? فانا عاوز اعاوز اخليه مسلا بكام بواحد واتنين من عشر بوصل اتنين سرر السيل مع بعض على التوالي. الكرمت هيب سابت ليهم خمسة لكن الفولت يبقى هيتضعف. فنعمل الكلام ده ازاي? انا تمام? واسحب السرر السيل دي كده لفوق. وباجي امسح كده وباخدها قبيل. باخد سرر السيل تاني وبوصلهم توالي. انزل بالف اف اكس. بوصل الموجب بالسالب. والسالب هنا مسلا ايه? بالجراون. من في مشاكل والكونوسطنط الفيزيكال كونوسطنط ليهم هي وليهم مشترك. تمام? ده كده انا عملتي انا زودت او زودت زودت بتاعي بتاع السرر السيل كده انا عملت ايه? عملت بنل قرية. كده يبقى بكم? اتنينة في ستة من عشرة يديني كام? يديني واحد واثنين من عشرة. طب والقرنت يفضل زي ما هو. طب تعاني اختبره كده. تعانشنوا الـ دي بقى خلاص مش هنرسمهم مع الطايم. تقدر ترسمهم مع الطايم ما فيش مشاكل لكل العلاقات اللي احنا عملناها. مسلا احنا عاوزين ننجسوا الـ لما نوصلوا اتنين مع بعض على التوالي. تمام? هنقول له مسلا خلق راجع الطايم ده بعشرة زي ما هو مش مشكلة. تمام? هنقول له ايه هنقول له ران? تمام? هنمسح الـ دي مش بارسة من الوقتي. هنلاقي الفلتها بتاع الـ انا شلت اللودها يعني فتلاقي بواحد واثنين من عشرة. طب والقرنت بصفر. طب تعاني حط الشرط بضغط كنترول عشان بطلع بنقطة من هنا فبضغط كنترول لو انا عاوز اوصل نقطة ببعض. تمام? بضغط على زر كنترول وبضغط على الخط لان انا عاوز اطلع منه بنقطة وبشد السهل فبيطلع معي ايه? بيطلع معي خط. المهم كده عاوزين ننجسوا الـ هنعمل ران. هنمسح الـ طبعا طبعا طالما انا ما مغيرش الـ فخلاص الـ مش هيترسم معي ففكت منه نركز بس على مين? على الـ تمام? والـ اللي هو قيمته الـ تمام? فاللاجي بخمسة زي ما هو فدي معروفة عالتولي للـ مع بعض القرنت سابت بس انا ضعفت ايه ضعفت الجهد. طب لو عاز ازود القرنت بوصل ايه بوصل للسرعة السل عالتوازي. اتنين سرعة السل عالتوازي بضعف القرنت تلاتة بيضعفه تلاتة اضعاف وهكذا. تمام? طب انا عملت مسلا سرعة السل اتنين مع بعض كده عالتوالي عاز اعمل تلاتة عالتوالي. باخد نسخة منها برضو نفس الخصائص مسلا نفس الـ ونفس الـ وبوصل الطرف الفيزيكال سابت لهم هم الكل مع بعض. بوصل موجة بايه بالسالب. كينا توصيل بطاريات. تمام? وبعمل كده. تمام? اللي هتلاحظوا هنا ايه ان الـ جاعت زي ما هو بخمسة. طب تعال نمسح اللوت بدل ما هو بزيرو. نمسح هكده ونخلي ونعمل نشوف الفولتامتر هيدين ايه? هيديني كم? نشوف الـ هتلاقي بكم بواحد وتمانية من عشر. واحد وتمانية من عشر فولت. اللي هو كام? اللي هو تلاتة في ستة من عشر. فكده احنا عملنا ايه? عملنا بنل او مديول. صورة سلل ايه مديول. طيب انت لو انت عاوز تقتصر بقى عشان الدارة متتعقدش. لو انت عاوز توصل كتير مع بعض. انا ممكن ان اخذ دولة كلهم كده بحددهم. وبعمل عليهم ايه كليك يمين. وبقول له ايه? بقول له كريت سب سيستم. تمام? كريت سب سيستم خلاص. عمل ايه? عمل سب سيستم جيد ده نقدر نسمي ايه? بنل. او تمام? بقول له مسلا كام خصائص واحد واتنين من عشرة فولت. ذي اه خمسة امبير ده مين? اي بسميه كده بنل واحد من عشرة فولت بس. خلاص طبعا الطرف الموجبه هو زي ما هو من فوق. والطرف السلب جعد من تحت. اهو. والطرف اللي هو المسلس ده اللي هو مين? اللي هو بياخد شدة يا شدة تمام? طب لو انا عاوز اخد الري دي بوصلها مع الري تاني ممكن عادي. كليك آآ كنترول وضغط عليها وانزل بها تحت. كده باخدها ايه? باخدها نسخ. بوصل طرف الفيزيكال. مع بعض. اهو. بضغط عليها. ماشي. وبوصل طرف اللي اه اللي اه اللي اه وبوصل الطرف ده مع مين? مع الطرف. لازم نفصل طبعا مع الطرف السلب للي فوق. فبوصل للطرف ده. بوصل الموجب الفوق مع السلب الفوق مع الموجب بتاعي بتاع اللي تحت. وبعمل ران تعال نعمل ران ونشوف. سوري آآ آسف. هنا مفروض البلوك ده فيه تلاتة من جوه. تمام? عملنا هم تلاتة مع بعض. فالتلاتة اللي هم كام? اللي هم واحد وتمانية من عشر. تمام? الابن سيركت بتاع كل بلوك. واحد وتمانية من عشر. احنا خطأنا بس في التسمية. فواحد وتمانية من عشر تولي مع واحد تمانية من عشر يديني كام? يديني تلاتة ايه? تلاتة وستة من عشر. طب لو عايز توصله مع التوازي. تعال بدل مع التوازي. نفصل كده. ونوصله مع التوازي. يعني السلب مع السلب. والموجب مع الموجب. تمام? ونعمل ران. ايه اللي بيحصل? هتلاقي سابت زي ما هو بواحد وتمانية من عشرة. لانهم تلاتة سل تولي مع بعض من جوه. الواحد فيهم ستة من عشر يبقى بواحد وتمانية من عشر. فتلاقي بواحد تمانية من عشرة اهو. مفيش مشاكل. تمام? ده الابن سيركت فلتش. طب تعالى. نقول له ايه? اه نجيبه بضغط على الكنترول. وبعمل بوصل مقامة بزيرو. اللي هي على مين على الطرفين بتاعي بتاول الري. ونشوف هتطلع بكام بلا? طبعا هيتضعف. خمسة وخمسة يوب وكام يوب وعشرة. تمام? فهم ما فيش ايه ما فيش مشاكل. طبعا انت تقدر اللي بلوك من جوه تزود عدد السورة السلزة زي ما انت عايزة مش بنفس الخطوات وبوصل ايه ما فيش مشاكل. تمام? بعد كده تعمل اه ران وتاخد القيم على طبعا انت بس ايه لما تاخد القيم متغيرة لازم ترع ان انت تحطيها اللي احنا ايه اللي احنا كنا عاملينها مع الرام بيا مع الرام بسيجنك. تمام? عشان ايه تبدأ تغير مع الطايم ويبدأ او المتلاب يطلع لك ايه طلع لك قيم متغيرة وروح نشتغلوا عليها هنا ايه في المتلاب. تمام? وكده نكون خلصنا. اتمنى تكونوا استفدتم. شكرا والسلام عليكم.